نتكلم اليوم ان شاء الله عن البارت سفن اليوم رح نتكلم عن البارت السابع طبعا بهذا البارت هو مكتوب كونديشنال سنتنسز اللي هي الجمل الشرطية طيب يقول there are three basic types of كونديشنال سنتنسز in English هناك ثلاثة انواع رئيسية للجمل الشرطية باللغة الانجليزية يقول express a different meaning تعبر عن معاني مختلفة refers to different time وتشير الى اوقات مختلفة use different combinations of tense بالاضافة الى استخدام ازمنة متعددة ومختلفة طيب هذا الحدشي هذا الحدشي اللي قاعد يحكي هسه احنا راح نطبقه ونشوف يعني حاليا ما اخذ له قاعدة هو مجرد منطيني منطينه مجرد مجرد منطيني حجي طيب الان اولا يقول التايب الاول اللي هو future real يعني الاشياء اللي بيها تعبير عن المستقبل الحقيقي يعني حدث راح يصير بالحقيقة او الى وجود او الى اصل خلينا نقول الى وجود او الى اصل طيب او الان اولا يقول اولا الى real future real اللي هو عبارة عن مضارع بسيطة مستقبل بالول هذا اول واحد هذا المستقبل حقيقي يعني فهذا حدث يصير الى وجود يعني إذا كان عندي وقت فراغة أنا رحلتها بك حدث حقيقي ممكن يصيره حدث واقعي إلى حقيقة إلى وجود حدث ممكن يصير بالمستقبل إذن متى نستخدم المستقبل يقول refers to any situation that may or may not happen فاتحدث يعني فاتحدث ممكن إلى وجود بالمستقبل طبعا في حالة النفي أو في حالة المثبت يعني ما كفره هذا هو الناع الأول من عنده اللي هو الفيوتر رير طيب إذن مرة أخيرة ما هو الفيوتر رير حدث إلى وجود ممكن يصير بالمستقبل طبعا في حالة النفي أو في حالة المثبت يعني عادي المهم أن الحدث إلى واقعية إلى أصل حلو منطينا جملة على ذلك قال if I have a free time I will meet you حلو بعدين شي جانا جانا على present or future unreal راح ينطينا هسا راح يحكينا عن حدث غير حقيقي حدث غير حقيقي refers to a situation يشير إلى موقف that does not exist in the present and will not exist in the future فهدث يعني 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 هو تمني شنو يعني تمني يعني تتمنى يصير يعني هو ما راح يقدر يصير يعني على سبيل المثال على سبيل المثال شخص شخص مسافر إلى دولة أخرى ويعمل بذيك الدولة والآخر الآخر يعمل أيضا في دولة ما يقدر يلتق بي لأن هم من التزمين بعمل إذا ترك عمل راح ينفصل من الوظيفة فيقول هنا بهذه الجملة يقول يقول if I had any free time والله أتمنى لو عندي وقت I would meet you with you أتمنى لو أنا عندي وقت لو كان عندي وقت أضافي أو كان لدي وقت أضافي تمنيت أن ألتقي بك تمنيت أن ألتقي بك لماذا تمنيت يعني فهذا حدث غير حقيقي تتمنى يصير هو ما يصير تتمنى يصير لأن أنت عندك ظروف هو عنده ظروف أما بالجملة الأولى فما أكو يعني بالجملة الأولى ما أكو فالظروف نأتي الآن إلى النوع الثالث يقول بالنوع الثالث It refers to a situation that did not happen هذا الحدث ما يصير حسا هو الحدث الأول يصير الحدث الثاني تتمنى يصير تمني الحدث الثالث مستحيل يعني ما إلى وجود أبد If I had had any free time I would have met with you يعني يعني هذا الحدث ما راح يصير أبد يعني ممكن شخص توفي وأنا أقول If I had had any free time I would have to meet with you أو مثل شخص مسجون يعني حدث مستحيل يصير يعني حدث لن يحدث لن يحدث أبدا لأنه هذا الحدث هو مكتوب علي did not happen فنعيد مرة أخرى الأولى حدث ممكن يصير If I had free time I would meet with you هذا الحدث معناه يعني أنا ممكن ألتق بيك بس اليوم مشغول باشر عادة مو مشكل الجملة الثانية هذا الحدث يعني صعب يصير مثل واحد مسافر غير دورة يقول I had a free time I will meet with you يعني حدث ممكن يصير ولكن هو تمني يعني خليل نقول تتمناه يصير حدث الأخير لن يحدث أبدا لن يحدث أبدا هذه الأنواع الرئيسية للجمل الشرطي الآن لدينا بعض الملاحظات يقول Condition sentences enable the speaker or writer to communicate with many different ideas among them يقول احنا بالنسبة للجمل الشرطية متى نستخدمهم هذا استخدامهم خلينا نقول هذا استخدامهم أولا to make predictions أولا حتى نسوا تنبؤ هاي ملاحظات نمهم لازم نعرفن حتى نسوا تنبؤ يقول If I study hard this quarter I will get إذا درست إذا درست أنا سأحصل على علامة فول What do you mean يقول to discuss mistakes in the past وكذلك للنقاش عن أخطاء أو غلطات عملتها في الماضي أخطاء أو غلط مثال If I had studied more last quarter I would have gotten a better better great طراح لو كنت دارس جيد لحصلت على علامات جيدة إذن هاي استخدامات الجمل الشرطية وهذا لازم نحفظه ونحفظ عليه المذال نعرف شنو العمل جملة علي شنو المستيك سنعرف جملة علي أيضا لتعبير لتعبير عن الأحلام أو الأمنيات إذا كنت لو أنا غني لو أنا غني سأكون سأكون موضوع عبر العالم لو أنا غني كان سافرت عن لعن كان سافرت لكل دول العالم أيضا نستخدم نستخدم الجمل الشرطية و أعطي على نصيحة إذا كنت لو أنا غني لو أنا كنت بمكانك سأكون لدي سيء من بل أن لو كنت في ذلك كان دخلت أموال بدل ما أصرف بالإضافة إلى عدة أيضا رقم خمسة لعمل أو القيام بالإعتذار إذا كنت أعلم أنك تنتظر لتنتظر لن 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 تنتظر في الهاتف لذلك لذلك أعطي لأن أعطي لتنتظر صراحة لم تنتظر على المكالمة لو أدري بك لن تتأخر يعني المهم بها اعتذار هي لم يكن إذا كنت لأن تنتظر لم يكن تنتظر لن تنتظر لن تتأخر للإتصال وإلى آخر يعني لم يكن فهذه استخدامات الجمل الشرطية جدا جدا مهمة طيب الآن الآن سننتقل إلى Future Real ومقارنة ما بين Present Future and Real يعني سنحكي عن الأحداث المستقبل الحقيقية وأحداث المضارع أو المستقبل الغير حقيقية سنحكي بين الجمل الحقيقية و الجمل الغير حقيقي سننتقل إلى الملاحظة يقول حتى الوقت المشار بالفعل في المستقبل لا يستخدم في المستقبل يقول الوقت المشار بالفعل في المستقبل لا يستخدم في المستقبل لا يستخدم في المستقبل لا يستخدم في المستقبل لا يستخدم واحدة مضارع أو واحدة مستقبل هاي الملاحظة اللي يريد يقولها إذا أردت المشار بالفعل في المستقبل سننتقل في المستقبل خطأ لا يستخدم في المستقبل لأن هذا الشيء خطأ لأن هذا الشيء خطأ لا يستخدم في المستقبل لا يستخدم في المستقبل إذا لا تستخدم في المستقبل سأرى إذا كان المشار بالفعل سأرى يعني مرات مرات الول نستخدمها للمستقبل أو للمعلقف ولكن مو معناها مستقبل على ملاحظتنا اللي نطيناه ان الول ترى ما يستخدم بالمستقبل لا تستخدم في المستقبل يعني مثلا I will I shall ما يصير طيب بس ملاحظة صغيرة أن الول مرات نقدر نستخدمها بالمستقبل ولكن مو معناها مستقبل يعني ما نقدر نستخدم العفون الول ولكن مو معناها مستقبل يعني مثلا يقول if you will have seat if you don't mind يعني شون لو سمحت if you will have seat لو سمحت إذا عندك يعني مقعد I will see if the doctor is ready to see you لو سمحت إذا ما عندك مانع يعني أقعد هنا يعني 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 هي أصلا مؤمن وحالة نادرة جدا يعني وحدة من ألف يعني فمو كلش مهمة بس لازم نعرف أن الول دائما جملة الأثم ما يصير حق بها مستقبل أبدا إذا كان الول بمعنى ثانيا the choice of the tense and if it depends on the specific time I am referring to يعني الآن لما أنا أختار هاي ذي أقصد به عنده اختيار زمن معين أكيد نعتمد على المعنى أكيد نعتمد على المعنى يعني شلون يقول if he is studying الآن طبعا هذا الموضوع هاي الملاحظة بالذات يعني ما رح نفهمها إلا رح نأخذ بمثلة وأنا أفهمكم شون المقصود به اللي يقول هنا يقول ترى اختيارنا للزمن يعتمد على المعنى وما نقول اختيارنا للزمن يعتمد على المعنى لا تتصوروا إن الموضوع صعب جدا يعني ويحتاج معنى لا بالعكس يعني الموضوع بسيط ثالثا the model can choose you choose for the end the specific meaning you want to communicate طبعا أفعال الموضوع أغلبها رح تستخدم ويه المستقبل هي شوف أختصر لكم ياه الأفعال الناقصة دائما ما رح نستخدمها للدلالة عن المستقبل يعني he will kill he will might يعني دائما ويه المستقبل ويه الجملة اللي بها فتشي ويرتبط طيب رابعا and writing هنه رح يصير هنه رح يصير هنه رح يصير انه رح يبدل مثلا وإلى آخره هذا الحمد لله أنه هذا أفعال إذا كانت الشوارع هي مثلجة مثلا I will take a boss مثلا على سبيل المثال وإلى آخره من هذه الأفعال هذا بالنسبة للثمانين مجرد عبارة عن نظيف إحنا معاني نظيف معاني حسب الجملة لا ننسى مثلا I will walk home if the class if from the class if the boss is late ما يصير حط لأن أنا عنده هنا ولفة لا ننسى عند التمرين الثاني يقول with another student ويطالب آخر suggest solution to each problem using if think of many solutions تقدر تفتح براحتك لأن الموضوع مفتوح أنت تحتاج إلى قرض لون ولكن المصرف لن أعطيك ولكن المصرف لن يعطيك طيب مثلا تقول ف I am employ إذا أنا كنت موضع لن أعطيك لن أعطيك أعطيك لن أعطيك أو لن أعطيك أو لن أعطيك إذا كنت مظظف، سأقدر أحصل على قرض مثلا، هذه الجملة الأولى الجملة الثانية يقول يقول مدرس مالتك طلب من عندك واجبات كثيرة لأنك لدي وقت لكي تقوم به إذا كان لدي وقت مالتك سأفعل مالتك سأفعل مالتك سأفعل مالتك إذا كان لدي وقت إضافي لأديت واجبي المنزل وإلى خيره من هذه التمارين من هذه الأمور طيب التمارين هذا الحمد لله بسيطة وتقدر تجاوب به يمكن شو يقول لك عشرين جواب ثلاثين جواب لأن الموضوع خاص بك أهم شي تستخدم الأفصح الأزمنة وتركيب الجملة هente سوف نحكي عن الأحداث وفيد رحنا نتحدث عن الأحداث الغير حقيقية سوف نتحدث عن الأحداث وتبعاً بالأحداث الغير حقيقية نستخدم السيد ويلاس 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 إذا كان لدينا الكوير لن نع vielleicht للذي لن نعجح لن نعجح الآن وإذا كان لدينا أولم هنا سيارة واحدثت لدينا سيارة هذه الأحداث التي حقيقية تستخدمها في الماضي واحدثت الحقيقية مضارع به ocasional واحدثت الحقيقية موضارع بالمستقبل واحدثت المواقعية التمنية، خاصةها luego كان لدينا أولم هنا سيارة واحدثة ماضي واحدث اعجmaker طبعا بالتمنى دائما نستخدم اي وير يعني اقول اي وير يو اي وير طيب ليش نستخدم الوير ويها مع هي شي مفرد يعني والاي مؤتخذ الواز ليش نستخدم بيها وير لأنه هو حدث ثمني يعني أصلا لأنه تمني دلالة على أنه تمني لأنه غير واقعي أصلا يقول اي وير ريش لو انا كنت غني اي ود كوت ماي جاب اميداتلي لو كنت غني انا هس اتركت وظيفتي فشي وير ريش لو كانت هي غنية شي واد كوت هير جوب لو كانت هي غني اتركت وظيفتها اذا شنو هنا اذا فاتحدت غير حقيقية فتمنى تتمنا لذلك نستخدم الاي ولا ننسى انه اي استخدم راح نستخدم دائما الوير يعني اي وير هي وير ش وير كلة وير كلة وير لانه عدد غير حقيقي خصوصا الماضي لا تنسى هنا حاجين الآن مع الماضي حاجين الآن مع الماضي هذا كل تحدث غير حقيقي الاول كان حدث حقيقي ثانا حدث تمني تمني هنا فالتمني وثالثا الحدث اللي هو راح ناخذه ورا هذا اللي هو اللي راح يكون بعدين ناخذه ورا ما نخلص هذا موضوع تمارينه اللي هو مستحيل يصير يقول remember with type T conditional sentence you are stating opposite of the present time if I had some money I could lend my تمني تمني يقول if I had some money لو بس عندي شوية فلوس لو بل عندي شوية فلوس I could lend you money كان داينتك فلوس كان داينتك شوية if may be committed and in the F clause when it's followed by the auxiliary verb such as should and where not the auxiliary proceeded now and when if it omitted يقول should I say should I see him today I will I will I will tell him to call you where he where he home now you could call him من يكون هو بالبيئة تقدر تتصل به إذن هنا هنا أكو من معنى أكو بيها حتى ال F ما عنده فاني بس بقى المعنى هنا هو شرطية بقى المعنى هنا هو شرط بقى الموضع معنى هنا هو شرط طيب تمارين هذه بسيطة إن شاء الله يقول restate each statement إن شاء الله فاني بس ترجمة يقول اشترك نضع اشترك اشترك في الثماني سأغير بالجملة خليت الف وحطيت بداية ال is حذفت today لأنها ممكن أصير ماضي وهو قايل انري في حدث غير حقيقي و السوطة من حذفتها أقول we would لأن احنا نعرف بالماضي هو جماعة الماضي نستخدم في نفس الحالة كل بقية التمارين سأغير 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 بقية الأمثلة كل الأمثلة اللي عندنا مثلا خلينا ناخذ I don't know how to sky so I am not going to Florida during the break If I were not how to sky how to sky how to sky I would not go I would not go to Florida during the break You are not experienced sorry experienced يعني خبير If you were not experienced experienced sky you would you would not able to to teach me to teach me if 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 you I didn't I didn't have any money so I would not go I would not go I don't know I didn't know I didn't know I didn't know I didn't know if I had a I would get a car it I would I would get a car if I would get a car if I would I would travel to in my car if I had a car if I was rich if I was rich I would I would I would I would I had I had I had I would 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 if I could get a single room in the door if I didn't I didn't I didn't live so far from the university I would I would I would go to the university I would I would I would let me could 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 نكتبها نقول يابا نكتب كد تساود لان هنا اصلا اثنين افعال ناقصة وماضي ودو كد نفس الشي ودو كد نفس الشي بالنسبة لتمرين الخامس هذا تمرين كلمات مباثرة نرتبها والحلول موجودة عندنا ايضا يعني راح نبعث لكم الحلول عن طريق تليجرام وعادي تقدرون يشوفون الحلول يعني مجرد ترتيب لا اكثر ولا اقل لا اكثر ولا اقل مجرد ترتيب